هجوم عنيف على معسكر الدفاع الجوي تصدى له الجيش الوطني في مدينة تعز حيث خلفت محاولة تسلل الميليشيا خسائر عسكرية وبشرية في صفوفها وفي جبهة الزنوج المجاورة شمال المدينة حاولت ميليشيا لانقلاب التسلل لكنها فشلت في هذه العملية فباشرت بقصف الأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة آخر محاولة كانت يوم أمس في جوار معسكر الدفاع الجوي لكن الحمد لله أبطال الجيش الوطني مسنودة بمدفعية اليوم 170 دفاع جوي كانوا لهم بالمرصاد وتم ذحر الانقلابيين هجمتان باشرها الجيش الوطني في نهم صنعا وفي الجوف ففي نهم شنت قوات الشرعية هجوما على ميمنة وميسرة نهم كما وجهت ضربات مدفعية على مواقع الميليشيا أما في محافظة الجوف شمال اليمن فباغت قوات الشرعية ميليشيا الحوثي وصالح بهجوم في جبهة العقبة نجحت في اختراق عدد من المواقع وغانمة العديد من الأسلحة تقدمات في نهم جبهة نهم تطورات جديدة وتقدمات في جبهة القوف في جبهة صرواح في أيضا ربما تفتتح جبهة الراهدة وكرش في القبهات المقبنة وغيرها إن شاء الله قد تجدون ما يسرنا ويسروا الجميع في خلال الأيام القادمة بإذن الله وعلى حدود محافظتي تعز ولحج شهدت جبهة كرش تبادل قصم دفعي بين مواقع الجيش الوطني والانقلابيين وتأتي تحركات قوات الشرعية في عدة جبهات استعدادا لاستئناف معارك التقدم التي بدأها قبل عيد الأضحى المبارك يحقق الجيش الوطني تقدما في بعض الجبهات وسط خسائر بشرية وعسكرية لميليشيا الانقلاب في وقتا تتصدى فيه قوات الشرعية لهجمات الميليشيا في بعض الجبهات بلان الصبر الإخبارية من أمام معسكر الدفاع الجوي تعز ترجمة نانسي قنقر